أسرع وأسكى نموذج ذكاء اصطناعي بدون تدريب ديب سيك كيميرا ديب سيك كيميرا هو نموذج ذكاء اصطناعي ظهر فجأة من ديب سيك وأعتقد أنه ممكن يغير قواعد اللعبة ديب سيك R1-T2 كيميرا بيجمع ما بين السرعة والذكاء والكفاءة العالية والمفاجأة النموذج ما تدربش من الصفر إزاي ده حصل؟ وإزاي ممكن يغير مستقبل الذكاء الاصطناعي؟ ده اللي حنتكلم عنه النهاردة متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويارب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة الفجرة الأساسية أن نموذج النهاردة بدل ما يتم تدريب النموذج من البداية على مليارات البيانات استخدموا تقنية عبقرية اسمها AOE أو Assembly of Experts وهي ببساطة بتدمج أفضل الأجزاء من ثلاث نماذج قوية سابقة R1, R10528, V30324 والنتيجة نموذج اسمه كيميرا سريع وزكي وكأنه عقل مركب من نخبة العقول السابقة بدل ما يعيدوا التدريب بالكامل فتحوا ملفات التنسل الخاصة بالنماذج الأصلية وبدأوا يختاروا فقط الأجزاء الذكية منها تخيل كده كأنك بتجمع أفضل الأجزاء من ثلاث روبوتات وتدمجهم في روبوت واحد خارق باستخدام PyTorch قدروا يجمعوا الطبقات الرياضية بكل بساطة من غير تدريب من غير باج روباجيشن ومن غير استهلاك كبير للطاقة بعض الناس حتسألني ايه هو الباج بروباجيشن أو الانتشار العكسي هو خوارزمية أساسية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وخصوصا الشبكات العصبية والهدف من تدريب الشبكة العصبية هو تقليل الخطأ بين الناتج الحقيقي والناتج اللي بتتوقعه الشبكة السرعة الخارقة ظهرت في اختبارات الأداء بالنسبة الكاميرا كان أسرع مرتين من R10528 وأسرع بعشرين في المية من النموذج الأصلي R1 وده معناه استجابات لحظية تقريباً وكلفة أقل على مستوى GPU النموذج كمان بيستخدم 37 مليار متغير فقط لكل كلمة من أصل 671 مليار وده بيخليه أرخص 18 مرة في التشغيل كان البعض خايف أن الدمج ده يأثر على الجودة لكن حصل العكس في اختبارات الـ MT Bench أداء مشابه لـ R10528 وأيضاً في الرياضيات الـ AIME 2024 و2025 نفس دقة R1 وأحياناً بيتفوق في كتابة الكود مازال بيكتب كود نظيف ومنظم وفي التفكير المنطقي بيظهر ثلاثة في التفكير بوضوح لكن من غير كلام زائد السلوك المفاجئ كان واحد من الحاجات الغريبة اللي ظهرت بمجرد منسبة مساهمة R1 في الدمج تعدى 54.4% النموذج تلقائياً بدأ يستخدم نفس علامات التنصيق اللي تعلمها R1 خلال تدريبه ده دليل أن بعض السلوكيات العميقة موجودة بالفعل داخل النموذج والـ A.O.E. بتقدرناها تلمسها النموذج اشتغل بكفاءة على معالجات مختلفة زي نيفيديا وAMD وبدون الحاجة لأي كود خاص الأداء متفوق في كل الحالات والمفاجأة شغال فعلياً على خوادم شوتس سيرفاليس بيعالج أكتر من 5 مليار توكن يومياً وإيه هو الشوتس سيرفاليس؟ الشوتس سيرفاليس هي منصة حوسبة بدون خوادم بتستخدمها شركة ديب سيك عشان تشغل نمازجها الضخمة زي R1D2 كاميرا اللي احنا بنتكلم عنه بشكل مباشر وسريع من غير ما تحتاج لإدارة خوادم أو بنية تحتية وكلمة سيرفاليس لا تعني أنه ما فيش خوادم بل تعني أن المستخدم ما يحتاجش يتحكم أو يدير السيرفارات بنفسه النظام بيتكفل بكل شيء توزيع التشغيل التحميل التوسع حالة ديب سيك في النموذج اللي بنتكلم عنه النهاردة وهذا النموذج اللي بيعالج 5 مليار توكن يومياً عبر هذه المنصة ده بيدل على أنها منصة قوية مرنة قبلة للتوسع بتستخدم غالباً أنظمة متوازية متعددة جي بيو وبتشتغل بجفاءة عالية جداً لأنه بيستخدم عدد أقل من التوكنز في كل استجابة فهو بيستهلك طاقة أقل بشكل ملحوظ ده معناته وفير في التكاليف وتقليل البصمة الكربونية لو أنت طبعاً متخصص حتقدر أنت تجرب هذا النموذج أنت تختار ثلاث نمازج مفتوحة المصدر وبتختار الطبقات اللي أنت عايز تدمجها تاخد الحسابات من واحد الكتابة من الثاني كتابة من الثالث وبتبدأ التركيب باستخدام PyTorch والأجمل كله أنه مرخص IMT يعني تقدر تستخدمه في تطبيقاتك بدون أي مشاكل قانونية الخلاصة نقدر نقول أن ديبسيك كيميرا مش مجرد تجربة ده نموذج عمليه سريع وذكي وقابل للتخصيص بتقنية AOE بيفتح باب جديد جداً لتصميم النمازج من غير تدريب طويل من غير تكاليف ضخمة أو بكفاءة عالية أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبك وكتب لي في التعليقات لو كنت هتدمج ثلاث نمازج تختار إيه من كل واحد تنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنت بتشوفنا لأول مرة ولو كنت متابعين الأعزاء بتنساش اللايك وشير وكمنت دمكم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته